شدد سفير مختار الشواشي الناتق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية على ان المفاوضات مع طرف الليبي بشأن الافراج العاجل عن المستشار بسفارة تونس بليبيا العروسي الجونتاسي والعون المحلي بالسفارة محمد بالشيخة الذين اختطفها في ليبيا لا تخضع لمبدأ المقايضة والضغوطات واكد ان الاتصالات بين وزير الشؤون الخارجية ونظيره الليبي لا تزال متواصلة في خصوص هذا الموضوع وكان الشواشي افاد في وقت سابق ان الوزارة احدثت خلية للإحاطة النفسية بافراد عائلتي تونسيين المختطفين في ليبيا في هذا الظرف الصعب كما افاد السفير مختار الشواشي بان الدبلوماسية التونسية في اطار حرسها على مساعدة الشقيقة ليبيا على تجاوز الوضع المتأزم الذي تعيشه وتفاديا لتداعيات هذا الوضع على تونس فقد شرعت في القيام بمساعي من اجل اطلاق حوار وطني ليبي يضم كل الاطراف الليبية قصد ايجاد حل سلميا وتوافقيا لهذه الازمة